موسيقى طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين أهلا بكم في الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي وبالتزامن مع الجمعة المقدسية المباركة دعت العديد من المؤسسات للتغريد والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على وسم أسبوع القدس العالمي وذلك اليوم الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة الثامنة بتوقيت مكة وإسطنبول أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ الدكتور عكريما صبري أن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أمانة في أعناق جميع المسلمين توجب عليهم العمل على نصرة القدس والمقدسات والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة العدوان الصهيوني والتصدي لمخططاته جاء ذلك في خطبة الجمعة التي تلاها الدكتور عكريما صبري على منبر المسجد الأقصى المبارك موجها ثلاث رسائل في خطبته والتي تأتي في أجواء أسبوع القدس العالمي إذ خاطب علماء الأمة الإسلامية شاكرا ومثمنا لجهودهم في إطلاق هذا الأسبوع فضلا عن تبنيهم فعالياته مثبتين انتماءهم للقدس والمسجد الأقصى المبارك بما ينبئ بأمل كبير للأمة الإسلامية في استعادة علوها ومكانتها عقدت المؤسسات والهيئات والروابط العلمائية المشاركة في أسبوع القدس العالمي لقاء خاصا بعد صلاة الجمعة اليوم الثاني عشر من آذار مارس للإعلان عن وجوب دعم القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية عموما بتسجيل المواقف وتحليل الأحداث والتأكيد على ضرورة استمرار وزيادة فعاليات الأسبوع ودار اللقاء الذي عقد بمشاركة هيئة علماء المسلمين في العراق عقب صلاة الجمعة والتي خطب فيها الشيخ الدكتور عكرما صبري في المسجد الأقصى المبارك في المصلين في مشهد مهيب من جهته أكد العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي على حرمة وتجريم التطبيع مع اليهود الذين يحتلون أرض فلسطين ويعلنون الحرب على الإسلام مشددا على وجوب تقديم كافة أنواع الدعم لفلسطين والمسجد الأقصى المبارك والله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان للمعراج والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعرج به من مكة إلى السماوات ولكن هذا يعطي درسا لمن بعد النساء السلم عليهم أن يحافظوا على البيتين على حد سواء وأيضا جمعوا له الأنبياء في بيت المقدس وهذا إشارة إلى أنه يجب على جميع الأديان أن يحافظوا على هذا المكان المقدس وكلهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى على التفريط به ومما يسف ويندى له الجميع أن بعض من يسف إلى العلم الشرعي أخذ يبرر قضية التطبيع وهذا التطبيع ينبغي أن لا نقيس وضع اليهود الآن المحتل الآن اليهود محتلون لا يجوز أن نقيس على وضع النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعامل معهم أكد الباحث في وحدة الدراسات الإستراتيجية بمركز رسام حاتم الفلاحي أن هدف الجيش العراقي في حرب تشرين عاما ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف كان تحرير كامل فلسطين وليس الاكتفاء بتحرير المناطق التي احتلها الكيان الصهيوني من سوريا ومصر الفكرة العراقية هو استرجاع فلسطين وليس استرجاع هذه الأراضي فقط فكان لا بد أن تكون هناك خطة شاملة لجميع الأراضي التي سيطر عليه الكيان الصهيوني في تلك الفترة فلذلك لم يبلغ العراق بمسألة الهجوم المصري السوري على هذه المناطق ومع هذا كانت هناك زيارة للسادات خلال هذه الزيارة طلب من القيادة العراقية سربين من الطائرات اللي هي الهوكر هنتر السربين التألفون من 24 طائرة طلب هذين السربين للمجيء إلى مصر لتنفيذ واجبات يمكن أن يكلفون بها في العمق الإسرائيلي فوافق العراق وتم إرسال هذه الطائرات في يوم 7 نيسان عام 1973 بحيث كانت على الأراضي المصرية ونزلت في المطارات وأخذت تتدرب مع القيادات المصرية على أسلوب الطيران وعلى الدفاعات الجوية وعلى مواكن الصواريخ وعلى بالإضافة إلى الخرائط التي يمكن أن تؤمن لهم للقيام بالواجبات في الداخل الإسرائيلي بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج وذكرى فتح القائد صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس وبالتزامن مع أسبوع القدس العالمي دعت لجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع قطر لحضور الملتقى الأول بعنوان في ذكرى الإسراء القدس بين الفتح الصلاحي والواقع الحالي بمشاركة لفيف من العلماء والدعاء ختام رسالتنا اليومية من قناة الرافدين لأسبوع القدس العالمي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة